اللهم صلي على محمد والي محمد السلام عليكم شلونكم بناتش أخباركم يا ربي تكونون مليون ألف خير رجعت فياكم الفيديو جديد روتين جديد تسمنا هذا الفيديو ويعجبكم طبعا مثل ما أشوفون بنات عندنا أوراق السمبوسة هاي السمبوسة اللي نخلي بيها لحم بوتية هاي الحشوات اليوم راح أسوي تحلية الحشوة تتكون من قلاس حليب وخاشو كتنة وثلاث خواشيك شكر تخليهم نرشان بنهاية أضيفي لهم أي طبعا بنات اليوم الفيديو ويومالتنا زبا يوم رمضان راح يفطر ويانا فإنما ستكونين لا صغرين إذا صورت راح تقول لي فطور أنا ما تسويهن وقلت لنفسي أخر يتقصر بصراحة بنات التصوير يأخذ وقت كل شيء ومثل ما تعرفون كودا أول يوم يعني فطور ويانا أكيد راح أسئلة شنو مشتي شنو تريد فقلت له شون رايك تسوي دجاج قال لا دخيل شمن الدجاج أنا شبعان دجاج يومي يفطر بين الحرم وين دجاج قلت له تماما ماشي من قال لي دخيلت من الدجاج ذكرني ووحدة من المتابعات تقول لهم يقين بصراحة بنشوف روتينات تأخذني الواهيس بنشوف تعاملت ويعيالت شلون حبابة وزينة صدق يأخذني الواهيس واني زينة ويعيالي بس تقول عمي عمي شالع قلبي تقول يعني ولا يقلك مرت ابنة وتشنتها بالبيت تقول الشيء ما احبه يمشي ضدي تقول انا اموت من الدجاج حامل وصايمة وجهد وتعب ومو يزر بي اما احب الدجاج لا الفطور يومية دجاج يومية دجاج صدق ضحكت يعني يعني قال لي ما اريد الدجاج فذكرت هاي المتابعة فصدقوا يا بنات يعني هسا احنا شوفوا صحيح تقومين للمطبخ وتغسلينهم معين واحتمال اطفال اش ما يخلونيش تنامين وانت صايمة وهذا رمضان بس صدقي كله جهد هذا يعني هذا كله الاش اجريم رب العالمين يعني اجرش كاجر الصائم يعني تاخذين اضعافه يعني من الطبخين اجر الصائم من تغسلينهم معين اجر الصائم من سوي شغلة بالبيت اجر الصائم يعني هذا كله رب العالمين يسجل اضعاف الاش جذرون ذاك اليوم اني يعني بالفطور عمي يدعي كل ما يأذن الاذان يدعي دعاء الصائم فصاح الله هو اكبر ودعوا ودعوا وكملوا فشال التمرأة والطاني ضحكي كذلك للابو يا ماريداني وفطرو انتم صيام قال ليش بالعكس ما انتي اجرت احتمال اكثر من اجرنا انتي اجرت اجر الصائم قلت للا انا ما صايم شنو اجرك بعدين هو ظلي قال لا هذا اتي كله ستشتغلين وستوين وصح حامل وما صايم استحتمال اجرت اكثر من اجر اجرت كاجر الصائم فيا بنات هستم شنو ستشتغلين اجرب العالمين ما يضيع صادق وخذتني السؤال فياكم وظليت طبعا انا قلت هي كلا معجنات انا ما مجرب هاي التحليه هاي اول مرة اجرب قلت هي كلا معجنات واوراق السنبوز خلنا يجرب بيها وبس هذه طريقة جدا سهلة جرب وشوف وحسا مثل ما اشوفون بنات هذا الشكل النهائي الها صار وما اصول فلكم على طعم ها والله كلش طيب وبس اسا افتحها وياكم وشوف جد كانت مقرمشة والحشو ومالتها كلش طيبة بعد ما خلصت التحلية ادي هاي الجذرية مالت الروبة طبعا الروبة ساكية حلوة مسويتها من الصباح فطعام يكون حلو اذا سوينها لبن ممكن طيبة يعني هي تطعم الحلابي وشون الزبادي فاني ما اريد ها حلوة اريد ها ناشفة شنو اسوي اجيب قطعة خماش وخلي جواها شبتة وبعد شوفوها حتى بطراوة يعني شلون الزبادي حتى طعم يعني كلش طعم حلو فانحنا نريدها حامضة وناشفة رح سويها بعد قطعة خماش رح تكون عندي رووة ولبن ناشف هسا بعد ما خلصت رح شنو رح ابدأ بالزلاطة طبعا اهن شنو لافة لافة عندي دولمة دولمة ورق العنب عدنا العنب بحديقتنا توها طالع يعني الورقة مالتة توها طالع يعني من تاخذينها من الخرص شلون الاخيارة من الطق يعني راوية كلش راوي ولون هيصير خضارة فاتح مو صير خشنة وشبيرة وقدين طالع اذا استوى يعني استوى طالع بالخرص يصير كلش طيب طعمه طبعا لافته قبل بساعة بس رح اخلي النار يستوي ويتهدر هنا الفواكه طبعا راح اتفنن بها شنو احتاجت احتاجت برتقالة وحدة وتف فاتيا هما مو يعني هنا مو كلش بأكل الفواكه بس لما نسوي نايش راح يعني شوية يحبون يأكلون يمن يشوفون شكل حلو راح واحد يعني يصير لواهس انو يأكل فبنات اهني هواي اشكر خوفكم علي واشكر تعليقاتكم الحلوة يعني احس هاي الفترة كلش انتم قريبين مني كودا انو انو انشر باستمرار وكودا يعني تعليقاتكم استمروا وياي صراحة احس يعني كلش قريبة ليكم وانتم قريبين لي وكلش خايفين علي اهني هما اشكركم هواي واشكر خوفكم علي لو ما تحبوني اكيد ما تخافون علي بس طبع انو من هاي ذي الناحية حاليا خلي تحس يامي بعد قلت لها ما تروح از لو حس وانت اختي فروح طبعا حتى وبيقين شافني شون اتعب قالت كلش جاي التعبين فالتعب شنو بنات التعب بس فرات العصور يعني شو يفتح فسقرروا يخلوني يا امو يحسوني يا امو فروح حفرت العصور يمي حتى يشيلون عني طبعا هنا البرتقال سويت بهذا الشكل وبديت اتفنن يعني مثل ما نقول وبيان ما يستوي الفطور بيان ما يحضر فطور فمو دائما دائما يعني نفس الطريقة الفواكه سوينها دائما دائما راح يصير مال شوف شي حلو فاذا شوف شي حلو اكيد المعدة راح تنجذب المعدة الكارثية عدي نص رجية من اميس راح اسوي بهذا الشكل وهم ما اخذ هواي اخذ شكم قطع واخلي بنص الصحن يصير عدي صحن مشكل بالفواكه يعني شنو يشته واحد يقدر يأكل اول بداية سويت بهذه الطريقة بعدين فبنات اتمنى ما تكون الفيديوهات ملة عليكم طبعا انا قمت اصور بين يوم وثان يوم لان صراحة ما اقدر اصور كل يوم كل يوم بيوم كل اشتعب انا احس نفسي اضغط على نفسي فحاول اخلي حتلو بين يوم ويوم الفيديوهات عدنا حديقتنا زارعين بها كروفز جبت لي باقز غيروني راح سويها ويز زلاطا احب الكروفز ويز زلاطا كل اش طيب وهمي طبعا مش تهين خضرة من زمان ما جايبين خضرة على الفطور بنات وعدكم هذا قشر الليمون اذا تبرشين على زلاطا صير كل طيبة فبنات دائما تكتبولي بالتعليقات مثلا مرات تنصحوني الشي فبنات انا بصراحة اخذ بنصايحكم واخذ بتعليقاتكم بالعكس تكتبولي مثلا نصيحة بدون زعل الشاهدة الله ما ازعل ولا اخذ على كلامكم ابد بالعكس ما اكو اي زعل يمكن ذاك اليوم من باب الشقة انه انا حتش اتوياكم على موذة بح الدجاج بالعكس والله يعني انا اعتبركم مثل الخواتي واخذ بنصيحاتكم دائما ودائما تعليقاتكم يعني اقراها حتى لو ما ارد عليها ما يصير لوقت بس انا اقراها واكو مرات تكتبولي وهو ان شاء الله انا غافلة عنها يعني انا ما متبهت الي المهم هسا سوت بهذه الطريقة يعني رتبت صحن الزلاطة وهس رح شوفون كل ترتيب شرطين على حسين يبقى عندي شرط حسوني فيمكننا مل في طبعا يوم حاولت ان تكون الصفرة شوية بها مختلفة ف شنو صبويت مسوية بوتيت ولحم هاي الخلطة دعم انا اصوي هوم مشاركتها وياكم واضيف عليها توابل وشبني تصير طعم كل طيب ومقال يا كوب بنفس الوقت هميت سويت بهذا الشكل من ومن ما دار ما دار البلم يعني ترتيبات وسوالف وهذه دولمة العنب راح اقلب ها اوقت بخ fat أوضب وحد أب vive اقلب طبعا هاي القدرية ما لازق بيها اي شي وكان الطعم موضع الملوح على مدرشين كلش طيب بهذا الشكل هذا الشكل هالنهائي طبعا وهسا ما بقى إلا نقعد على السفرة وأشهد هاي الشغلات والتحضيرات كتبوا لي بنات منو يشارككم بتحضيرات الفطور ترتيباته هنا طبعا صبونا شربة شربة 8 وهي طلبتوا مني الطريقة شربة 8 خالتة طبخة كلش طيبة بنات غير شكل فإن شاء الله أشارككم الطريقة هنا طبعا الخبز أنا ما شمت خبزة ماديتها لأختي هي خبزتلي بديت هوزع السفرة هنا خالتة وحماي وعمي كلهم قاعدين سفرة رمضان حلوة كلش حلوة هنا كانت أهمية مسوية شكل ثاني اليوم هواي أمور مسوية قلت لكم ما صورت لأن بس أصور وأني هواي يعني مسوية شغلاته هاي يعني التصوير كل شي أخذ من وقته يأخرني هواي هواي يأخرني بشكل مو طبيعي بنات فهمية تنطبخة شوية مرقة فاصولية بالتدري يزغيرون يعني هواي كلش همية مرقة فاصولية شربة 8 على هالنواعم هاي فهذا الشربة الذاك اليوم سألتون ميقين شنو هذا هذا سكن جبيل اسمه سكن جبيل يتكاسر بالسفن فآني دعواتي لكم إن شاء الله الله يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال يا رب وإن شاء الله دعوة خاصة لكل ابنية محرومة من الذرية الله إن شاء الله يرزقها بالذرية صالحة سنتي جاية ما يجي رمضان وإلا بحظنها طفلها ويخربوا السفرة كل ما ترتبهتش يخرب إن شاء الله قوله آمين إن شاء الله بحقهم البنين بحق هذا الشهر الفضيل الله يرزق كل محروم بذرية صالح يا رب هنا طبعا كملت سفرتنا بقوا التموا على السفرة وخلاص هسا من بعد ما كملنا فطور طبعا غسلهم معين لا سولفون سالفته أشاركم بي بس مو هسا بغير أيام إن شاء الله أشاركم وكتبوني من يغسلهم معين هنا أظلت أسوي لقطات وحركات للسفرة ما أخبرني الواهز فبعد المطور بالليل شنو سويت سويت كيكا عدي يقونة يقونة من النوع اللي تحب الكيك خاصة البي كريمة تموت سموت على كريمة هنا عدي ثلاث بيضات غلاس إلا ربع شكر غلاس ونصف طحين ربع غلاس ماي ونصف ظرفان إلا بس بدون أي أضافات ثانية وخاشوقة محسن وبرشة ليمون هاي طريقتي بكيكة المحسن بس بشرط شنو لازم لازم كيكة المحسن كل المواد تكون باردة ما أضفت لازية لحليب دا هاي الشغلات هاي برشة الليمون راح تططعم كلش طيب للكيكة وتوخر زفرة البيض نهائيا صراحة أنا ما أضيف هاي شغلات للكيك بس الكيكة تطلع كلش طيبة وأنا أقول نجاح الكيك اللي يصير عدي هو سبب المحسن لأن من أجرب لا يمحسن ما ينجح عندي ولا يكون طعمه ولا يكون سفنجه هذا اللي بيكم باودر طبعا ما خليت كله خليت منه مقدار خاشوقة شوفوا نعم تخلط اللون مالتها يصير عبالك كريمة كريمة نفس الكريمة وكأنه كريمة أنت جاي تخلطين يعني القوام مالتها فد شي هس أنا عدي هاي القالب وقدري يفافون عادي أي يفافون عديش تقدر يندهنينها بزيت ووطحين شوف القوام مالته سبع الفرن مشغلت أول ما بديت أخلط الكيكة وشنو يعني بس الجوة أنا فرن غاز مشغلة بس الجوة بدون لا تشغيل الفوق ولا شي مشغلة بس الجوة ومن أخلي الكيكة بيه أقل لأقل شي أقل شي أقل له وهس رح خليها حوالي خمسين دقيقة إلى أربعين دقيقة وهس هاي طلعت كيكتنا شوفوا بطنها بدون لا تعجين ولا شي قطنية وشكلها سفنجي وكلش طيب بعدين هنا بديتها مية أزينها وأخلي لها أكريمة بنات إذا أبعتكم يعني شوفوا بين دنيا الليل إذا وصلتوا إلى هنا أتمنى منعتكم ما تنسونا ولا تفخلونا علينا من اللايك والاشتراك وأحب أقلكم مية تهلا بيكم وأهلا وسهلا لكي المتابعين موجودين وقناتي حياكم الله بكل وقت وهذا أحب أقلكم مع ألف ألف سلامة انتظرونا فيديوهات جديدة إن شاء الله بإذن الله ورسوله مع ألف سلامة وتزين الكيك بلا نهاية بالأخير طبعا تليفون طفل شحن والله يساعد تليفون شلون باقي لسه يجتمها شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة